سلام سلام ورمضان مبارد تايين عمر الإنسان ما كيفوز بشي حاجة قد ما كيفوز بصداقة صديق صدوق في حلقة اليوم غنتكلموا على خيرة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أحب الناس عنده عليه الصلاة والسلام هو رجل تقي نقي كانت يعرف النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينبأ تولد من بعد العام الفيل بسنتين ونصف ومات من بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام بسنتين في مثل العمر نتع سيدنا رسول الله هو أول من عرض عليه الإسلام وما ترددش هو آمن كان تاجي ذا مال ومحبب عند لخوم ديره يمكن عرفته سلام مجد أحب أن تفعلوا جيد سيخبرنا انہاoun ستانسل أخبر سننطل ركلاً عن لمتابات عزيزة سبرا للمشاهدين كان لديه و حلقة عزيزة المنطقة لقد تعلم الناس المشهدين من وجهة جداً كان كما تب 안녕ًا لقد عنا عزيزة طويلة و بعد لطاقة عزيزة وهدى سنعمل ثلاث تابات عزيزة الغائزة محمد محظوًا لنظر Keeping معرفة نعطيك ثواني تحبت فيها الفيديو وفي التحت اكتب لي جواب ديالك واختابر نفسك واذا كان غرض تبع هاد الحلقة باش تقدر تعرف عليها اكثر يا الله ما ظنك باثنين الله ثالثهما سيدنا ابو بكر الصديق ومحبته الصادقة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام نلبها المرتبة الصديقية لقوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صاحب هذا الرجل لخيره وفضله علاش صديق مرة جوا عند أبي بكر تيقولوا لي واش سمعتي شنو تيقول صاحبك قال لي وو شنو تيقول قالوا لي كيقول بلي مشا البيت المقدس ورجع في ليلة قال لي هم لإن كان قد قال ذلك فوالله لقد صدق ومن هنا سمي بالصديق ما تفقدونه أن ته مستقل من جده هو الله الضوء يحب بالصدق ولد أبو بكر الصديقية لمحمد صلى الله عليه وسلم لديه إلى م کاهلك النظام وعلى وعلى وخارجه و يفقى إسلامه مستقيم فقط لا تكت überhaupt أعتقد فيه و كان يحب المنزل بذلك و يحب المدين وعلى وعده من الناس فكان وجود حب صادق من سيدنا أبي بكر الصديق ونبه الصداقة الصادقة من المحبة والويت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل إيمان أمة الإسلام لوزنا في كفة وإيمان هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه في كفة لا رجح إيمان أبي بكر الصديق لدرجة أن سيدنا محمد عليه صلى الله عليه وسلم أخر خطبة يالي الشهيرة خطبة الوداء كان قال لكل واحد من كان حقه عندي فليأخذ حقه من أخذته ماله فيأخذ مالي وهنا نض أبي بكر الصديق وقاطع سيدنا رسول الله وقال ليه فدتك النفوس والأموال يا سيدنا رسول الله والصحابة معجبهمش الحال وغضبوه كيفاش تقاطع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ليهم أتركوا أبا بكر والله ما منكم من أحد له فضل علينا إلا رددنا له فضلا إلا أبو بكر فإني لن أستطيع أن أجازيه وجعلت جزاءه حل الله There was subhanallah strong love and attachment from أبي بكر to محمد صلى الله عليه وسلم His belief was immensely valued In his famous farewell sermon محمد peace be upon him invited anyone He owed something to come and take it He wanted to reimpose debts to all people When أبي بكر rose and objected he said Money and souls ransom you The companions got angry and reprimanded أبي بكر for interrupting the messenger of God محمد صلى الله عليه وسلم replied that they should leave أبي بكر and told them We will give back anything good done by others to us Except the good deeds of أبي بكر He will be rewarded only by God هذا هو الصدق وش عمركم شفتوه في حالة الصداقة أو في حالة الأخوة أو في حالة الترابط هذه الصداقة والمحبة والأخوة اللي كان بها سيدنا أبي بكر الصديق فعلاقته مع صاحبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للدرجات كانت يقول شربه هو وارتويته أنا فخلاصة القول لما الإنسان كيتعرف على مولانا حق المعرفة وكيمشي بمنهج مولانا والطرف الآخر كذلك فتيكون بناتهم لقاء أكيد لأن هدفهم واحد حلقة اليوم متاهثة نضربوا ليكم موعد في الحلقة الماجئة إن شاء الله صلام 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 صلاة